بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرح خلق الله نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد هذا هو الدرس الثاني في الوحدة الأولى وهي تعلق بحكم الاشتغال بعلم المنطق تكلمنا في الدرس الأول عن حقيقة علم المنطق ونشأته تكلمنا في ذلك الدرس عن تعريف المنطق في اللغة وفي الإصطلاح وأيضا تكلمنا في ذلك الدرس عن أنواع علوم وهي علوم مقاصد وعلوم وسائل وذكرنا أسماء علم المنطق ثم تكلمنا بعد ذلك عن فائدة تعلم علم المنطق وذكرنا أنه مثل النحو في الفائدة وكذلك تحدثنا عن ثمرة علم المنطق ونشأة علم المنطق ووضعه أول من تكلم فيه وأنه آرستو طاليس وسوف يكون إن شاء الله الحديث في هذه المحاضرة وهذا الدرس عن حكم تعلم علم المنطق عند علماء الشريعة اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال القول الأول المنع من تعلم علم المنطق قال بهذا الإمام النووي من مشاهير علماء الشافعية وابن الصلاح أيضا وحجتهم في هذا أنه اختلط بكلام الفلاسفة الذي لم يسلم من شره من اشتغل به فيكون اشتغال به سببا في الوقوع في المحظور القول الثاني هو جواز الاشتغال بعلم المنطق بل إنه ينبغي أن يعلم على سبيل الكفاية لإقامة البراهين على عقائد التوحيد ورد شبهات الخصوم والمبطلين وقال بهذا جماعة من أهل علم في مقدمتهم الإمام الغزالي رحمه الله وهو الإمام الشافعي المشهور قال الإمام الغزالي من لم يعرف علم المنطق فلا ثقة بعلمه أو لا يوثق بعلمه وقال في مقدمة المستصفى عندما استهله بمقدمة منطقية قال ينبغي أن يقدم بها لسائر العلوم لأنه محتاج إليها في جميع العلوم القول الثالث والتفصيل فإن كان المشتغل بعلم المنطق ذكي القريحة قوي الفطنة كامل العقل يستطيع أن يميز بين الحق والباطل ومع ذلك يكون ممارس الكتاب والسنة مطلعا عليهما حتى يهتدي بنورهما للصواب فإنه يجوز الاشتغال له بعلم المنطق وإن لم يكن كذلك أي بأن لا يكون كامل قريحة وليس بفطن وليس بممارس الكتاب والسنة فإنه لا يجوز له الاشتغال بعلم المنطق وهذا القول هو القول الصحيح طبعا هذا الخلاف كله في المنطق الذي لا زال مختلطا بكلام الفلاسفة والأخضري وهو له المنظومة المشهورة في علم المنطق وسمها السلم المنورق في علم المنطق ذكر هذا الخلاف وقال والخلف أو الخلف على خلاف في هذا العبارة والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدى به إلى الصواب أو ليهتدي به إلى الصواب قلنا هذا الخلاف المحكي هنا ثلاثة الأقوال مقيد بالمنطق المخلوط بالفلسفة اليونانية وأما المصفى من كلام الفلسفة والفلسفة اليونانية وما كتبه علماء السنة فإن تعلمه عند البعض فرض كفائه بل ذكر غزالي كما سبق أن من لا يعرفه لا يثق بعلمه قال ابن ابونا رحمه الله وله منظومة في هذا فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلسفة أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء وخالف بعض العلماء في اعتبار تعلم المنطق فرض كفاية ومنهم شيخ الإسلام بن تيمي حيث قال أما المنطق فمن قال إنه فرض كفاية وأن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه فهذا القول في غاية الفساد وقد قال أيضا لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البريد واستغرب شيخ الإسلام بن تيمي مثل قول غزالي عن المنطق بأن من لا يعرف لا يثق بعلمه وأورد على ذلك أن خير هذه الأمة وأفضلها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان عرفوا ما يجب عليهم وكمل علمهم وإيمانهم من غير أن يعرف المنطق اليوناني ولا قضايا ولا تفاصيل ولا التصورات ولا التصديقات على النحو الذي بناه أهل يونان فكيف يقال أن من لا يعرف المنطق لا يثق بعلمه هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمي وكلام وجيه أو يقال إن فطر بني آدم في الغالب لا تستقيم إلا به سبحان الله